هذه هي الحلقة الخامسة والثلاثون من برنامجنا أسئلة وشيء من أجوبة الرسالة التي بين يدي من السويد والسؤال سؤال متكرر في الكثير من الرسائل التي وردتني ما هو موقف أهل البيت من نظرية التطور وهل ما ذكر في كتاب التوحيد للمفضل ابن عمر دليل على تأكيدها الأسئلة كثيرة عن موقف دين العترة الطاهرة من نظرية التطور على أي حال نحن وهذه الرسالة والسؤال ما هو موقف أهل البيت من نظرية التطور وهل ما ذكر في كتاب التوحيد للمفضل ابن عمر دليل على تأكيدها سأبدأ من الشطر الثاني من السؤال وهل ما ذكر في كتاب التوحيد للمفضل ابن عمر دليل على تأكيدها هذا هو كتاب التوحيد للمفضل ابن عمر في الحقيقة الكتاب لإمامنا الصادق وليس للمفضل للمفضل ابن عمر إنما الذي روى لنا الكتاب هو المفضل ابن عمر المفضل ابن عمر شخصية شيعية بارزة وكان نابغة من نوابغ رواة الحديث لا أريد أن أتحدث عن شخصية المفضل ابن عمر من أصحاب أئمتنا هو من أصحاب إمامنا الصادق صلوات الله عليه وإمامنا الصادق أملأ هذا الكتاب عليه فهذا الكتاب إملاء من إمامنا الصادق على المفضل ابن عمر في عدة مجالس والاسم الأصلي لهذا الكتاب هو كتاب فكر لأن الإمامة الصادقة حينما كان يملي على المفضل ابن عمر يبدأ مقاطع حديثه فكر يا مفضل فكر فهذا هو الاسم الأصلي للكتاب كتاب فكر ما أملاه إمامنا الصادق صلوات الله عليه على المفضل ابن عمر واقعة حدثت للمفضل ابن عمر ذهب إلى الإمام الصادق وأملأ الإمام الصادق صلوات الله عليه ما جاء في هذا الكتاب أنا لا أريد أن أتحدث عن الكتاب وعن التفاصيل المرتبطة به وإنما أتحدث عن من الجهة المرتبطة بسؤال السائل فإن سائل يسأل هل ما جاء في هذا الكتاب في كتاب فكر والذي عرف بين الشيعة بكتاب التوحيد للمفضل ابن عمر هل فيه ما يدل على صحة نظرية التطور لا بد أن نعرف من أن نسخ هذا الكتاب مختلفة فيها اختلاف هناك نسخ ناقصة هناك نسخ مزيدة هذه النسخة التي بين يدي هي من النسخ المزيد وهناك نسخ ناقصة والكتاب أيضا فيه تحريف وتصحيف كسائر الكتب الحديثية الأخرى لكن الحقائق تبقى واضحة وواضحة في هذا الكتاب وغيره من كتب حديث العترة الطاهرة لأنهم قد نظموا برنامجا وهندسة لحفظ مضامين حديثهم وهذا المعنى تحدثت عنه في البرامج السابقة هذه الطبعة طبعة دار زين العابدين إنها الطبعة الأولى الفين واثنين وعشرين ميلادي كتاب فكر صحيح أنه قد تناول جانبا من أسرار الخلقة ولذا عرف بين الشيعة بكتاب التوحيد لأنه كان بمثابة رد على الملحدين في ذلك الوقت إنه رد على ادعاءات الزنادقة فيما يرتبط ب قصة الخلق والخالق لكن الكتاب إذا أردنا أن نسبر تفاصيله وأغواره من جهة المعلومات يناسب زمانه لأن العلوم في زماننا قد تطورت كثيرا الإمام الصادق كان يتحدث وفقا لزمانه لأن الكلام كان ردا على الملاحدة في ذلك الوقت على الطبيعيين الذين يقال لهم الطبيعيون إنهم الملاحدة والزنادقة يقال لهم الطبيعيون يقال لهم الدهريون هم هم كالملاحدة في زماننا وفي وقتنا هذا الكتاب إذن في معلوماته التفصيلية رد على ملاحدة ذلك الوقت ولذا فإن المعلومات تكون مناسبة لذلك الزمان لكننا نستطيع أن ننتفع من بعض الإشارات العميقة في كلام إمامنا الصادق لوقتنا هذا نستطيع أن ننتفع من المنطق الذي بني عليه الكتاب هناك منطق بني عليه الكتاب لو كان عندنا من مؤسسة علمية لا أتحدث عن مؤسسة علمية دينية وإنما أتحدث عن مؤسسة علمية أكاديمية تكون متخصصة بالعلوم المعاصرة تكون متخصصة بهندسة الفضاء مثلا أو بالفيزياء الكونية أو بعلم الأحياء أو بعلم طبقات الأرض إنها العلوم التي يمكن أن ينتفع منها في التحقيق والتدقيق في الموضوعات التي تناولها إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه فيما أملاه في هذا الكتاب ما يرتبط بنظرية التطور ما جاء من روايات وأحاديث لا علاقة لها بنظرية التطور ربما هناك مقطع في الكتاب تحدث فيه إمامنا الصادق عن وجه الشبه بين خلقة الإنسان وخلقة القرد لكن الإمام لم يقل من أن ترابطا خلقيا ترابطا تكوينيا فيما بين القرد والإنسان أقرأ المقطع عليكم في صفحة الخامسة والثلاثين بعد المئة من الطبعة التي أشرت إليها وتحت هذا العنوان القرد وخلقته والفرق بينه وبين الإنسان تأمل خلقة القرد يتحدث مع المفضل ابن عمر إملاء يملي عليه والمفضل والمفضل يكتب تأمل خلقة القرد وشبهه بالإنسان في كثير من أعضائه أعني الرأس أعني الرأس والوجه والمنكبين المراد من المنكبين الكتفين أعني الرأس والوجه والمنكبين والصدر وكذلك أحشاؤه أحشاؤه الداخلية وكذلك أحشاؤه شبيهة أيضا بأحشاء الإنسان وخص مع ذلك بالذهن بالفهم مستوى من مستويات الفهم بالقياس إلى الحيوانات الأخرى وخص مع ذلك بالذهن والفطنة التي بها يفهم عن سائسه السائس الذي يسوسه يدربه يطوعه وخص مع ذلك بالذهن والفطنة التي بها يفهم عن سائسه ما يومئ إلي بالإشارة وبالحركة ويحكي كثيرا من القرد يحاكي الإنسان في أفعاله وحركاته ويحكي كثيرا مما يرى الإنسان يفعله حتى أنه يقرب من خلق الإنسان وشمائله في التدبير في خلقته على ما هي عليه أن يكون عبرة للإنسان في نفسه لماذا خلق القرد بهذه الهيئة وما هي الحكمة التي يستطيع الإنسان أن يستنتجها أن يكون عبرة للإنسان في نفسه ما هي هذه العبرة فيعلم أنه من طينة البهائم الكلام عن الإنسان فإذا ما نظر إلى القرد وخلقته وإلى التشابه الكبير فيما بين أعضاء وأحشاء القرد وأعضاء وأحشاء الإنسان فإن الإنسان سيعلم بأنه هو جزء من البهائم جزء من الحيوانات وهذه حقيقة نحن حينما نعرف الإنسان بحسب قواعد المنطق قواعد الفلسفة فماذا نقول عن الإنسان من أنه حيوان ناطق ما المراد من الحيوان الحيوان الجسم الحساس النامي الذي يتحرك بإرادته الحيوان جسم حساس هناك حواس في جسم الحيوان جسم حساس نامي وهو جسم نامي متحرك بالإرادة هذه الأوصاف تنطبق على الحيوانات وحل الإنسان ولذا فإن الإنسان من البهائم من الحيوانات لكنه تميز عن الحيوانات مثل ما جاء في سورة المؤمنون في حكاية وقصة خلقة الإنسان ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين إنها الآية الثانية بعد العاشرة بعد البسملة من سورة المؤمنون وما بعدها من الآيات ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علاقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما إلى هنا يشترك الإنسان مع سائر الحيوانات مع سائر البهائم ولذا عليه أن يعرف أنه من صنف البهائم ولكن الله ميزه بشيء آخر ثم أنشأناه خلقا آخر هنا يأتي الفارق فيما بين الإنسان والبهائم وإلا فإن حكاية الخلقة واحدة ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين منطقهم ومنطق قرآن قرآنهم واحد أن يكون عبرة للإنسان في نفسه حينما ينظر إلى القرد وإلى التشابه في الأعضاء والأحشاء مع الإنسان أن يكون عبرة للإنسان في نفسه فيعلم أنه من طينة البهائم وسنخها وسنخها من نوعها إذ كان يقرب من خلقها هذا القرب فخلقة الإنسان قريبة من خلقة القرد وأنه لولا وأنه لولا فضيلة فضله الله بها في الذهن والعقل والنطق كان كبعض البهائم هذه هي الميزة فيما بين الإنسان والبهائم هذا لا يعني أن البهائم لا تمتلك لغة عندها لغة بحسبها ولذا فإنها تصلي وتسبح بحسب القرآن لكننا لا نفقه تسبيحها وعندها فهم وعندها إدراك بحسبها بحدودها لكن لا وجه للمقايسة فيما بين إدراك الإنسان وإدراك الحيوانات ولذا كانت الحيوانات مسخرة للإنسان وكان الإنسان مسلطا عليها قوته في قوة إدراكه وأنه لولا فضيلة فضله الله بها في الذهن والعقل والنطق كان كبعض البهائم النطق واضح إنها اللغة التي نتكلم بها منظومة اللغة منظومة اللغة في الجهاز الصوتي عند الإنسان وفي الهندسة الذهنية للغة وهي هي اللغة بحروفها وكلماتها وأصواتها وأساليبها والعقل هو العقل القدرة المميزة عند الإنسان مميزة عنده يميز الأشياء وفقا لها وتميزه عن سائر البهائم الأخرى وأما الذهن فالمراد من الذهن هنا الجانب الوجداني عند الإنسان يراد من الذهن هنا القلب لأنه جاء معطوفا على العقل في الذهن والعقل والنطق على أن في جسم القرد فضولا أخرى تفرق بينه وبين الإنسان كالخطم الخطم هو مقدم وجه الحيوان والذي يقال له البوز بوز الحيوان على أن في جسم القرد فضولا أخرى تفرق بينه وبين الإنسان كالخطم كالبوز والذنب المسدل الذنب المسدل الذي يكون وراء الحيوان ويكون مسدلا إلى الأسفل باتجاه الأرض والذنب المسدل المسدل والشعر المجلل للجسم كله وهذا لم يكن مانعا للقرد أن يلحق بالإنسان لو أعطيه لو أعطيه لو أعطيه مثل ذهن الإنسان وعقله ونطقه للتشابه الواضح فيما بين القرد والإنسان قد يتصور البعض من أن الكلام هذا فيه إشارة إلى نظرية التطور لكن الكلام يخلو من هذا المعنى لأن الإمام من البداية تحدث عن خلقة القرد بمعزل عن خلقة الإنسان إلا أنه أجرى مقارنة من جهة التشابه إجراء المقارنة من جهة التشابه الحيواني فيما بين القرد والإنسان في أعضائه في أحشائه لا يعني أن الإنسان كان قردا وهذا القرد قد تطور وتحول بعد ذلك إلى إنسان هذا الكلام لا يفهم من كلمات إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه وهذا لم يكن مانعا للقرد أن يلحق بالإنسان لو أعطيه لو أعطيه مثل ذهن الإنسان وعقله ونطقه لكن الكلام نستطيع أن نفهم منه أن قانون التطور موجود في هذه الكائنات وأن القرد عنده الاستعداد أن يكون إنسانا هذا هو الذي نفهمه لكن كلام الإمام لا يقول من أن الإنسان كان قردا ومن أن القرد تطور وصار إنسانا هناك مساحة مجهولة فيما بين جيلنا نحن الآدميون وما بين القرد هناك مساحة مجهولة حينما أقرأ الروايات ستتضح الفكرة هذا الكلام مع الروايات الأخرى تعطينا صورة لمعنى التطور بحسب ما عندنا من معطيات ثقافة العترة الطاهرة لكن هذا الكلام في كتاب توحيد المفضل لا يمكن أن يفهم من أنه يأتي منسجما مع نظرية التطور التي نعرفها هذا الكلام فيه إشارة إلى أن قانون التطور موجود في الكائنات وأن حالة التطور يمكن أن تتحقق إذا توفرت لها الظروف المناسبة الإمام هكذا يقول وهذا لم يكن مانعا للقرد أن يلحق بالإنسان ما هو هذا الشيء الذي يتحدث عنه إمامنا الصادق صلوات الله عليه إنه يتحدث عن هذه الفضول هذه الزيادات في جسم القرد والتي ليست موجودة في جسم الإنسان على أن في جسم القرد فضولا أخرى زيادات تفرق بينه وبين الإنسان كالخطم البوس والذنب المسدلي والشعر المجللي للجسم كله وهذا لم يكن مانعا للقرد أن يلحق بالإنسان لو أعطيه مثل ذهن الإنسان وعقله ونطقه والفصل الفاصل بينه وبين الإنسان هنا في هذه النسخة جاء التعبير بالصحة يعني بالنحو الصحيح الكامل وفي بعض النسخ جاء التعبير في الحقيقة والمعنى واحد والفصل الفاصل بينه وبين الإنسان في الحقيقة أو بالصحة ما هو هذا الفصل الفاصل بين الإنسان والقرد هو النقص في العقل والذهن والنطق أما من الجهة البيولوجية هناك تشابه كبير وهناك استعداد بيولوجي عند القرد أن يكون كالإنسان إذا ما أعطي هذه القدرات هذا الكلام لا يعني أن الإمام هنا يؤيد نظرية التطور التي نعرفها وسأحدثكم عنها لكن كلام الإمام هنا فيه إشارة إلى أن القرد وما يشابهه من الحيوانات هناك استعداد في هذه النماذج أن تكون كالإنسان إذا ما توفر لها العقل والذهن والنطق إذن الكلام هنا عن إمكانية حركة قانون التطور فقانون التطور موجود وهناك إمكانية لأن يتحرك هذا القانون لكن كلام الإمام لا يشير إلى أن الإنسان كان قردا وتطور هذا القرد فصار إنسانا الخلاصة كتاب توحيد المفضل لا يتفق مع نظرية التطور لكنه يبين لنا حقيقة من أن قوانين التطور من أن التطور موجود في هذا الكون من أن الاستعداد جبلت عليه الكائنات هذه الكائنات جبلت على أن تكون مستعدة للتطور قطعا هذا بيان لجزء من الحقيقة لأن الإمام لم يكن بصدد الحديث عن هذا الموضوع الإمام صلوات الله عليه كان يملي على المفضل ابن عمر معلومات تتناسب مع الزمان الذي كان يملي فيه على المفضل ابن عمر في الرد على الملاحدة والزنادقة في ذلك الوقت مثل ما قلت لكم قبل قليل بإمكاننا أن ننتفع من المنطق ومن الطريقة التي ألف بها هذا الكتاب إلا إذا توفرت لدينا مؤسسة علمية أكاديمية متخصصة بالأبحاث العلمية المعاصرة يمكنها أن تدقق أن تحقق أن تنتفع من المعلومات التي وردت في هذا الكتاب كأن تكون هذه المعلومات بمثابة فهرست للموضوعات التي تبحثها هذا كلام على سبيل المثال إذن الشق الثاني من سؤال السائل وهل ما ذكر في كتاب التوحيد للمفضل ابن عمر دليل على تأكيدها ما جاء في كتاب المفضل ابن عمر لا يمثل دليلا على صحة نظرية التطور بغض النظر هل هي صحيحة أو ليست صحيحة بحسب الواقع كلامي عن كتاب المفضل ابن عمر فهذا الكتاب لا يمثل دليلا على صحة نظرية التطور وإنما في الكتاب ما يشير إلى أن قانون التطور قد جبلت هذه الحيوانات عليه وأن استعدادا موجودا لديها كي تتطور هذا الكلام واضح من الجمل والعبائر التي تلوتها عليكم نذهب إلى فاصل نظرية التطور نظرية معقدة جدا ولا تفهم تفاصيلها بسهولة وهي بحاجة إلى متخصص يحدثكم عن كل ما تحدثت عنه وعن كل ما تناولته أنا لست متخصص في هذا المجال إنما أجيب على جهة تخصص لأن السؤال فيه جنبة ترتبط بمعارف الكتاب والعترة وهذا هو مجال تخصص أما ما سأحدثكم عنه بخصوص نظرية التطور فهذا مرده إلى ثقافة العام سأحدثكم حول النظرية ولن أدخل في دقائق تفاصيلها فهذا ليس من شأن أهم نظريتين في زماننا أهم نظريتين يكثر الحديث عنهما وألفت حولهما الكتب الكثيرة وما بين مؤيد ومعارض نظرية التطور ونظرية الانفجار الكبير والتي يحل للبعض أن يترجمها القرقعة الكبيرة القرقعة العظيمة The Big Bang الانفجار العظيم هاتان النظريتان في زماننا هما أكثر النظريات العلمية التي تدرس والتي تعرض في الجامعات وفي وسائل الإعلام وتقام الندوات والنقاشات والاختلافات بخصوصها وهاتان النظريتان ترتبطان ببعضهما في جهة من الجهات في جهة تسلسل أحداث هذا التكوين من لحظة الانفجار مرورا بالمراحل التي حصلت بعد الانفجار الكبير انتهاء بالدخول إلى تولد الحياة وبعد ذلك ما صار من تطور في نشأة الكائنات هناك ترابط فيما بين نظرية الانفجار الكبير ونظرية التطور لكن حديثنا في هذه الحلقة عن نظرية التطور الموقف من نظرية التطور الذين يؤيدونها ويدافعون عنها دفاعا مستميتا هم الملحدون الملحدون الذين لا يؤمنون بوجود اله بوجود خالق يدافعون دفاعا مستميتا عن نظرية التطور لانهم يرجعون عملية الخلق الى الصدفة هكذا نشأ الكون وهكذا نشأت الكائنات الملحدون يؤمنون بنظرية التطور ايمانا كاملا وكذلك اللا أدريون اللا أدريون وهم الذين يقولون نحن لا ندري هل هناك إله أم ليس هناك من إله اللا أدريون إذن الملحدون واللا أدريون يستميتون الى أبعد الحدود في الدفاع عن نظرية التطور المجموعة الثانية التي ترفض نظرية التطور رفضا كاملا إنهم الدينيون الذين يعتقدون بوجود إله بوجود خالق وقد خلق الأشياء كلها وخلق كل مخلوق على حدة ما يسمى بالخلق الخاص فقد خلق الإنسان على حدة وخلق القرد على حدة وهكذا هؤلاء هم الدينيون وأول من رفض نظرية التطور هم علماء الدين اليهودي اليهود المتدينون هم الذين رفضوا نظرية التطور في الولايات المتحدة الأمريكية الكليات والمعاهد والمدارس اليهودية التي تتبنى الدين اليهودي لا تدرس نظرية التطور فيها وكذلك علماء الدين المسيحي ولما علم المسلمون بها أيضا اصطفوا إلى جانب اليهود والنصارى في رفض نظرية التطور هذه المجموعة الثانية المجموعة الدينية الدينيون من اليهود والنصارى والمسلمين وربما من الأديان الأخرى أيضا الذين يؤمنون بوجود خالق خلق المخلوقات بطريقة الخلق الخاص خلق كل مخلوق على حدة ولا يوجد هناك تطور من أن يتحول نوع من المخلوقات إلى نوع جديد إذن المجموعة الأولى وهم الملحدون واللا أدريون يؤمنون بنظرية التطور إيمانا كاملا ويدافعون عنها دفاعا مستميتا وبالمناسبة داروون في آخر أمره صار لا أدريا وهذا هو المعروف عن سأمر على ذكر داروون سأحدثكم شيئا يسيرا عن المجموعة المجموعة الثانية وهي التي ترفض النظرية بكاملها جملة وتفصيلا مجموعة الدينيين هناك مجموعة من العلماء من العلماء المعاصرين من العلماء الأكاديميين الذين يعرفون بأنهم أنصار التصميم الذكي هذا تعبير معاصر لما كان معروفا بدليل النظم في كتب علم الكلام في كتب الفلسفة عند المسلمين ما يسمى بدليل النظم وهو الانتظام والنظام الدقيق في بناء هذا الكون وخلقته هناك نظام دقيق نظام صالح وليس هناك من فساد أو فوضى هناك نظام منضبط هذا هو الذي يستدل به على أن خالقا هو الذي أوجد هذا النظام فلا يمكن أن يوجد هذا النظام وهذا النظم من دون منظم قد نظمه ما يسمى بدليل النظم العلماء الأكاديميون المعاصرون هناك منهم في الولايات المتحدة الأمريكية أو في البلاد الأوروبية هناك منهم من يقال من يقال لهم إنهم أنصار التصميم الذكي يقولون من أن الكون قد صمم تصميما ذكيا فلابد من مصمم ذكي هؤلاء هؤلاء على مجموعتين مجموعة تؤمن بإيمان الدينيين من أن نظرية التطور باطلة جملة وتفصيل ومن أن الكون قد صممه مصمم ذكي في غاية الدقة والإتقان وقد خلق الأشياء خلق كل شيء على حدة وهناك مجموعة ثانية من أنصار التصميم الذكي يعتقدون بوجود إله ووجود خالق لكنهم يقولون بصحة نظرية التطور يقولون من أن المصمم الذكي الذي صمم الكون أجرى عملية الخلق عبر قوانين التطور فهم لا ينكرون الإله ولا ينكرون الخالق ويقولون بوجود الإله وبوجود الخالق ويرفضون مسألة الصدفة ويقولون ويقولون من أن المصمم الذكية قد صمم كل شيء وبقدرة فائقة لكنه أجرى ذلك عبر منظومة قوانين التطور ومن هنا فإن نظرية التطور ستكون صحيحة لكنها لا بد أن تكون تحت سلطة الخالق إذن هناك من يؤمن بها بعيداً عن سلطة الخالق وهم الملحدون واللا أدريون وهناك من يرفضها رفضاً قاطعاً وهم الدينيون وهناك ممن يقال لهم أنصار التصميم الذكي يؤمنون كإيمان الديني يرفضون نظرية التطور رفضاً كاملاً ويؤمنون في مسألة أن الخالق قد خلق كل شيء وخلق كل مخلوق على حدة إنه الخلق الخاص وهناك مجموعة أخرى يؤمنون بالمصمم الذكي بالإله والخالق ومن أن كل شيء تحت سلطته لكنه هو بحكمته بتصميمه الذكي جعل الخلائق تخلق وفقاً لقوانين التطور مشكلة في البين المشكلة التي في البين هي مشكلة رجال الدين رجال الدين من اليهود من النصارى من المسلمين من السنة أو الشيعة يناقشون النظرية نقاشاً جاهلاً العلماء الأكاديميون من أنصار التصميم الذكي الذين يرفضون النظرية يناقشونها نقاشاً علمياً بحسب العلوم المعاصرة ولذا نقاشهم يأتي مقنعاً للذين يقتنعون به وحينما يتحدثون عن نظرية التطور إنهم يتحدثون عنها بفهم وبعلم وبدقة هم يرفضونها لكنهم يعرفون تفاصيلها ويناقشون أدلتها أدلتها التفصيلية أما رجال الدين لا يفهمون نظرية التطور ويناقشونها وكأنها مسألة كلامية هذا الأمر يجري عند اليهود وعند النصارى وعند المسلمين ولذا حينما يقرأ المتخصصون الأكاديميون كتب رجال الدين أو يستمعون إلى أحاديثهم يسخرون منهم لأنهم يتحدثون عن شيء لا وجود له نظرية التطور التي يتحدثون عنها هي شيء آخر هذه مشكلة موجودة في أجواء رجال الدين على سبيل المثال على سبيل المثال من مراجع الشيعة محمد الشيرازي يناقش نظرية التطور في كتبه يناقشها بنحو سخيف جدا وبنحو مضحك في مرة من المرات التقيت بمجموعة من شباب شيعة من شباب جامعيين وكانوا يسألون عن نظرية التطور ولقد قرأوا ما كتبه الشيرازي فكانوا يذكرون كلامه ويسخرون منه إلى حد كبير وهم محقون في ذلك إذا ما ذهبتم إلى الموقع الألكتروني الرسمي للسيستاني حيث الإجابات على أسئلة السائلين فهناك من يسأل عن نظرية التطور وهم يجيبون الذين يجيبون في موقع السيستاني يجيبون بإجابات يمكنني أن أقول عنها من أنها مسخرة من أنها مسخرة بتمام معنى هذه الكلمة وهذا الأمر ليس منحصرا بعلماء الشيعة هو هو عند علماء السنة وهو هو عند علماء النصارى وعند علماء اليهود في كتب ألفوها أو في ندوات عقدوها أو في مناقشات وجدالات أداروها أو 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 وفي الجو الشيعي كثيرون تحدثوا في هذا الموضوع لكنني أخذت هذين المثالين من اتجاهين متعاكسين متضاربين محمد الشيرازي في بعض كتبه والسيستاني على الموقع الألكتروني الرسمي حيث يجيب المجيبون على أسئلة السائلين وفقاً للمنهج السيستاني مسخرة بتمام معنى الكلمة هذه قضية واضحة وتتجلى في أجواء رجال الدين الجهل المركب الذي يهيمن على رجال الدين وعلى مراجع النجف وكربلة جهل مركب فضيع وفاضح ولكنهم يبقون سادرين في جهلهم المركب هم يجهلون ويجهلون أنهم يجهلون وبسبب بسبب القداسة المزيفة فإن الناس تأخذ جهلهم على أنه علم وهم يتقيأون قذارات جهلهم ويتصورون أنهم قد فتحوا الفتوح الجهل المركب والقداسة المزيفة هي التي قتلت مراجع الشيعة وقتلت الشيعة هناك جهل مركب فضيع وفاضح ومقرف إلى أبعد الحدود وهناك قداسة مزيفة وهذه القداسة المزيفة آثارها وسيئاتها وقبائحها تنعكس على المراجع أنفسهم فهم يتصورون بما أنهم مقدسون وبما أن جهلهم مركب يتصورون أنهم حينما يتكلمون يتكلمون ذهبا مصفة والأتباع هكذا يعتقدون وما بين هذا وهذا تضيع الحقائق وهكذا ضاع دين العترة الطاهرة وهكذا ضل المراجع أتحدث عن مراجع المذهب الطوسي اللعين هكذا ضل المراجع وهكذا أضل الشيعة معهم وصار أضر على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحاب نذهب إلى فاصل إضافة إلى جهلهم المركب أتحدث عن مراجع المذهب الطوسي بشكل خاص وعن رجال الديني في الأديان الأخرى بشكل عام إضافة إلى جهلهم المركب وإلى القداسة المزيفة فإنهم حينما يتناولون موضوعا ليس من اختصاصهم لا يعودون إلى المصادر الأصلية وإنما يأخذون عن الوسائط الأخذ عن الوسائط في موضوع مهم وليس من اختصاصهم يجعلهم حينما يتحدثون يتحدثون في جهة بعيدة عن أصل الموضوع وهذا هو الموجود على أرض الواقع الذين يتحدثون على المنابر يتحدثون بهذه الطريقة والذين يجيبون على الأسئلة في الفضائيات يتحدثون بهذه الطريقة والذين ألفوا كتبا بخصوص هذا الموضوع من رجال الدين بنفس هذا الأسلوب وهكذا فهم لا يعودون إلى المصادر الأصلية حينما أقول هذا الكلام أقوله عن تتبع وعن دراية لا يعودون إلى المصادر الأصلية ويناقشون الموضوع بطريقة كلامية وكأن نظرية التطور موضوع كلامي هذا موضوع مختبري لا علاقة له بعلم الكلام علم الكلام أساسا هو علم شيطاني مراجع النجف وكربلاء لماذا عقائدهم مخالفة لمنهج العترة الطاهرة لماذا لأنهم يعتمدون علم الكلام في استنباط عقائدهم علم الكلام علم شيطاني نشأ في أوساط أعداء العترة الطاهرة نشأ وتأسس في أوساط نواصب سقيفة بني ساعد نواصب سقيفة بني ساعد تشققت مساربهم واختلف طرائقهم في مجموعات من هذه المجموعات نشأ علم الكلام وبما أن علم الكلام نشأ في هذه الأجواء سيكون مدعوما ومؤيدا من قبل الحكومات فانتشر هذا العلم وانتشر هذا الأسلوب إمامنا الصادق وجه بعض أصحابه أن ينخرطوا في هذا الاتجاه لا لأجل أن علم الكلام علم صحيح ولا لأجل أن هؤلاء من صحابة الإمام الصادق يتعلمون هذا العلم يمارسونه كي ينتفعوا منه لأمر دينه لكنها ثقافة عامة وصارت ثقافة رسمية وصار الجدال والنقاش في هذه الأجواء الكلامية عملية إعلامية عملية دفاعية هذا هو الذي قصده إمامنا الصادق وإلا فإن أئمتنا يلعنون علم الكلام ويرفضون النتائج التي يتوصل إليها الكلاميون ويرفضون الكلاميين جملة وتفصيل ما الذي حدث في الأجواء الدينية الشيعية لأن الأجواء طوسية والطوس شافعي معتزلي والذين سبقوه أيضا كانوا على المنهج المعتزلي فصارت الدراسة العقائدية عند الطوسيين دراسة كلامية إلى هذه اللحظة عقائد حوزة النجف عقائد كلامية والعقائد الكلامية عقائد ضالة بعيدة عن منهج العترة الطاهرة ولذا وفقا لعلم الكلام جاءونا بأصول الدين الخمسة وبعد ذلك قسموها إلى أصول الدين وأصول المذهب في معارف العترة الطاهرة الدين له أصل واحد هو الإمام المعصوم وانتهينا من أراد الله بدأ بكم ومن وحده قبل عنكم التوحيد فرع ومن وحده قبل عنكم هم الأصل لأن التوحيد فكرة عن الله التوحيد ما هو الله تذكروا هذه القضية التوحيد فرع التوحيد تفعيل فكرة الله ما هو بتفعيل الله فاعل التوحيد تفعيل هذا موضوع كبير تحدثت عنه كثيرا لكنني ضربته هنا مثالا كيف أن علم الكلام علم شيطاني صرف علم إبليسي كامل هم قائبون في مناقشة عقائدهم وفقا لعلم الكلام يناقشون نظرية التطور التي هي موضوع مختبري يناقشون يناقشون نظرية التطور وفقا للأسلوب الكلامي مسخرة مسخرة هؤلاء والأكثر مسخرة أتباعهم أتباعهم الذين يعتبرونهم حينما يتحدثون في هذا الموضوع قد فتحوا الفتوح والله مسخرة مسخرة على مستوى الكبار والقادة والمراجع والزعمة مسخرة على مستوى الصغار والقواعد والأتباع مسخرة على مستوى الفكر والدين والمعلومات مسخرة في جميع الاتجاهات على أي حال سأنتقل بكم إلى نقطة أخرى بعد هذا البيان وهذا التوضيح سأنتقل بكم إلى داروين نفسه هو عالم أحيائي وأساسا كان طبيبا ملما بالثقافة العلمية المعاصرة في زمانه إنه عالم إنجليزي بريطاني ولد سنة ألف وثمانمية وتسعة توفي حينما بلغ سنه السنة الثالثة والسبعين من عمره توفي سنة ألف وثمانمية واثنين وثمانين ميلادي ولادته ألف وثمانمية وتسعة ووفاته ألف وثمانمية واثنين وثمانين ميلادي ولد ولد في عائلة مسيحية موحدة هناك مسيحيون لا يعتقدون بالثالوث المقدس وإنما يعتقدون بإله واحد قلة في المسيحيين دارون ولد في عائلة تدين بهذه الديانة عائلته من جهة أبيه يدينون بالديانة المسيحية التوحيدية وعائلته من جهة أمه يدينون بنفس هذه الديانة لكنه لم يكن متدينا شيئا فشيئا أخذ ينفر من الدين حتى صار لا أدريا فهو من المجموعة اللا أدرية ما ذكره في آخر كتابه هذا هو كتابه أصل الأنواع هذا المصدر الأصل لدارون حيث كتب نظريته نظرية التطور أصل الأنواع لدارون إنها نظرية التطور هذه الطبعة طبعة مكتبة نافذة في آخر سطور من الكتاب في السطور الأخيرة من الكتاب يقول إن هناك جمالا وجلالا وجلالا في هذه النظرة عن الحياة في هذه النظرة عن الحياة التي تحدث بها في كتابه يشير إلى مضمون نظرية التطور إن هناك جمالا وجلالا في هذه النظرة عن الحياة بقواها العديد التي نفخها الخالق لأول مرة في عدد قليل من الصور أو في صورة واحدة وإنه لبينما ظل هذا الكوكب يدور طبقا لقوانين الجاذبية الثابتة كانت وما زالت تتطور من مثل تلك البداية البسيطة صور لا نهائية من الحياة غاية في الجمال وغاية في العجب هذه الجمل تشير إلى إيمان بخالق لكن الحقيقة ليست كذلك لأن دارون كتب هذا الكلام لأجل أن يدفع ضرراً سيلحق به من الأصوات الرافضة لنظريته دارون استعجل في طرح نظريته ولم يكن راغباً في طرحها هو نفسه يتحدث عن هذا الموضوع ويقول من أن النظرية هذه بحاجة إلى بحث طويل سافر دارون في بعثة علمية على متن سفينة ملكية الحكومة البريطانية هي التي وفرت الإمكانات لتلك السفينة ولتلك السفرة قضى دارون خمس سنوات في تلك السفرة العلمية باحثاً حول هذا الموضوع حكايته طويلة لكنه يعترف من أن المدة التي قضاها في تلك السفرة العلمية لم تكن كافية وبعد أن رجع إلى بريطانيا وعاد إلى موطنه استمر في البحث لكنه فوجئ بأن عالماً أحيائياً من العلماء البريطانيين يبحث في نفس الموضوع الفراد والاس كان يبحث في نفس الموضوع فخاف دارون أن يسبقه في نشر أبحاثه فسارع إلى نشر نظريته في هذا الكتاب الذي عنوانه أصل الأنواع المراد من الأنواع إنها أنواع الكائنات الحية من الحيوانات والنباتات نظرية التطور ليست خاصة بالحيوانات إنها شاملة للتطور في الحيوانات والنباتات وهذا واضح إذا ما نظرنا إلى شجرة الحياة إنها شجرة تخيلها دارون من أن النباتات تطورت بهذه الطريقة ومن أن الحيوانات تطورت بهذه الطريقة فتخيل شجرة تعرف بشجرة الحياة لأنه يبدأ من خلية واحدة حيث بدأت الحياة على الأرض بحسب تصوره وتصور الذين يؤمنون من أن الحياة هكذا نشأت وهكذا بدأت في هذا الكوكب حينما نشر كتابه هذا الذي بين يديه واطلع وآلاس على هذا فتواصل مع دارون ونشر معا من المنشورات التي تتحدث عن وحدة النظرية فيما بينهما دارون في الكتاب نفسه هذا في الفصل السادس الفصل السادس مشكلات النظرية يعترف بوجود مشكلات علمية ومشكلات بحثية لكن المشكلات هذه لا تعيقه في مسألة إيمانه بنظريته إلا أنه يتوقع في قادم الأيام أن يصل إلى أدلة جديدة أن تأخذه التحقيقات إلى الغاية التي يريد الوصول إليها من أن يثبت النظرية بكل تفاصيلها ومن أنها تكون النظرية الحاكمة في الأجواء العلمية فعلا في زماننا في الجامعات الكبيرة في المراكز العلمية المهمة في الدوريات العلمية التي تعتبر المصادر العلمية الرصينة المعاصرة وفي المؤتمرات العلمية العالمية فإن نظرية التطور هي الحاكمة والذي يعارضها سيكون مرفوضا علميا الجو الجو العلمي العالمي الذي له الحكومة في الساحة العلمية يتبنى هذه النظرية قطعا النظرية في زماننا تطورت والعلماء المختصون بها وجدوا أدلة جديدة ووجدوا الكثير من الشواهد التي تؤيد هذه النظرية إلى الحد الذي يقولون من أن داروين لو رجع إلى الحياة لوجد أن نظريته قد تبدلت وتغيرت ربما لا يعرف نظريته قطعا الكلام ليس هكذا لكنهم يريدون أن يقولوا من أن نظرية داروين قد تطورت وتطورت ومن أننا وجدنا أدلة أقوى من الأدلة التي استدل بها داروين نذهب إلى فاصل الكتاب الذي بين يدي من الكتب المهمة التي تناولت في دراستها شخصية داروين وهو صاحب النظرية الكتاب مترجم إلى العربية الجانب المظلم لتشارلس داروين تحليل نقدي لأحد أيقونات العلم جيري برجمان هذه الطبعة طبعة مركز تبصير إنها الطبعة الأولى القناطر الخيرية مصر العربية المؤلف تتبع كتب داروين وتتبع الذين كتبوا عن داروين من أنصاره من القريبين منه في الصفحة الحادية والعشرين بعد المئة أقرأ بعضا مما جاء في هذا الكتاب كتب كتب داروين بتأريخ اثلاثة وعشرين أبريل الف وثمانمية وتسعة وعشرين الكلمات المؤثرة التالية إلى ابن عمه لتعزيته في فقدان أخته المتوفاة حديثا ماذا كتب داروين سنة الف وثمانمية أو تسعة وعشرين أنا متأكد أنك تدرك جيدا أين تجد المواساة إنها في الراحة النقية الأبدية كما يقول الكتاب المقدس هذا من بقايا ثقافته الأسرية متى ولد ولد سنة الف وثمانمية أو تسعة ميلادي هذه الكتابة متى كتبها سنة الف وثمانمية أو تسعة وعشرين ميلادي كان في العشرين من عمره لا زال في مقتبل الشباب وعندما توفيت ابنته المحبوبة التي كان يحبها كثيرا أنا عام الف وثمانمية واحد وخمسين أي بعد اثنين وعشرين عاما من تاريخ الخطاب أعلى الذي قرأته عليكم لم يشر دارون إلى المواسات والعزاء الموجود في الكتاب المقدس بل أشار إلى اليأس بقوله لا توجد حياة بعد القبر لقد ذهبت أنا إلى الأبد انتهت لا توجد حياة بعد القبر لقد ذهبت أنا إلى الأبد كتب دارون في تسعة وعشرين أبريل ألف وتسعمية وواحد وخمسين عن ابنته آنا بقوله لقد عانت كثيرا عزاؤنا الوحيد أن حياتها القصيرة كانت سعيدة وأضاف لقد فقدنا فرحة المنزل وسلوان شيخوختنا بعد عامين من موت آنا كتب دارون في عشر أغسطس الف وثمانمية وثلاثة وخمسين إلى صديق مقرب وهو ابن عمه القس فوكس الذي كان أيضا قد فقد طفله يقول الوقت يخفف وينسي مشاعر الصادقة وأسفي الوقت يخفف وينسي إنه يتحدث عن تجربته حينما فقد ابنته المحبوبة لديه آنا هذه لقطات تخبرنا عن الحالة النفسية التي كان عليها دارون متى نشر كتابه نشر كتابه سنة الف وثمانمية وتسعة وخمسين ميلادي هذا الكلام الأخير متى كان سنة الف وثمانمية وثلاثة وخمسين نشر كتابه سنة الف وثمانمية وتسعة وخمسين بعد أن سمع بأن والاس يبحث في الموضوع نفسه وقد وصل إلى بعض النتائج وكان ذلك في سنة الف وثمانمية وثمانية وخمسين من الأمور الواضحة في مؤلفات داروين عدم احترامه للمرأة وهو يعتقد بأن المرأة بحسب نظرية التطور من أنها كائن متخلف ومن أن الرجل يفوقها كثيرا وهذا الأمر يصر عليه إصرارا شديدا ولذا فإن الذين يكتبون من النساء أو من الرجال في الفكر النسوي يحملون عليه حملة شديدة ويرفضونه رفضا قاطعا لأنه يضع المرأة في مكان تكون فيه كائنا متخلفا كائنا غبيا هذا هذا هو الذي يتبناه ويعتبره جزءا من نظرية تطوره تعريف إجمالي بصاحب النظرية وبعدها سأنتقل لذكر الأدلة التي يعتمدها أنصار نظرية نظرية التطور في زماننا البعض من هذه الأدلة اعتمدها داروين وهناك أشياء أضيفت أتحدث عن العناوين العام من الأدلة التي يستدلون بها على صحة نظرية التطور الأحفوريات داروين نفسه عثر على بعض هذه الأحفوريات الأحفوريات بقايا الهياكل العظمية لحيوانات منقرضة لحيوانات توجد الآن بنحو متطور هذه هي الأحفوريات داروين عثر على بعض الأحفوريات وجعلها دليلا من الأدلة القوية التي اعتمدها في توثيق نظرية التطور داروين ولكن من داروين داروين توفي سنة 1882 ونحن الآن في سنة 2023 ما بين وفاة داروين وسنة 2023 2023 لقد عثر العلماء المتخصصون على أحفوريات كثيرة جدا وسائل البحث الوسائل المختبرية كل شيء تغير في أجواء البحث العلمي تطورت العلوم تطورا هائلا عثروا على أحفوريات جديدة وعثروا على أحفوريات متنوعة لم يكن داروين يحلم أن يعثر عليها هذا النوع الأول من الأدلة الأحفوريات الحديث عنها يحتاج إلى تخصص يمكنكم أن تعود إلى الكتب المختصة يمكنكم أن تذهب إلى الشبكة العنكبوتية إلى المواقع المختصة بهذه الموضوعات الأحفوريات النوع الأول من أنواع الأدلة التي اعتمدها داروين وبعد ذلك اعتمدها العلماء الأحيائيون من بعده إلى يومنا هذا النوع الثاني من الأدلة دراسة عمليات التدجين إن كان في الحيوانات أو كان في النباتات هناك عمليات تدجين يدجنون ما بين الحيوانات لأجل إنتاج ما هو الأفضل وكذلك يدجنون ما بين النباتات لإنتاج ما هو الأفضل عمليات التدجين الحيواني والنباتي الدراسات والتحقيقات عبر التجريب وعبر المراقبة والمتابعة والملاحظة المحسوبة الدقيقة استطاعوا أن يوظف النتائج أن تكون أدلة أن تكون أدلة قوية لإثبات نظرية التطور النوع الثالث من الأدلة هناك الأحفوريات وهناك التدجين الحيواني والنباتي وهناك علم الجينوم وهو علم جديد إنها دراسة السلاسل الجينية علم الجينوم فتح فتحا عظيما عند العلماء لأجل إثبات نظرية التطور نذهب إلى فاصل ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورد الرحمن تبارك وتعالى الطاعة للإمام بعد معرفته عن زرارته عن أبي جعفر باقر العلوم صلى الله عليه قال ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورد الرحمن تبارك وتعالى الطاعة للإمام بعد معرفته حياكم الله قبل الفاصل كنت أحدثكم عن أنواع الأدلة التي يستدل بها العلماء المتخصصون على صحة نظرية التطور الأحفوريات الأحفوريات النتائج المستخرجة من عمليات التدجين الحيواني والنباتي الأحفوريات منها أحفوريات حيوانية ومنها أحفوريات نباتية والتدجين كذلك ثم يأتي علم الجينوم إنها سلاسل الجينات الوراثية وبعد ذلك يأتينا التشريح إنه التشريح المقارن التشريح المقارن المقارن النتيجة واحدة عملية مقارنة فيما بين النتائج التشريحية لمختلف الكائنات الحية التي تخضع للتشريح العلمي هذه العناوين المهمة لأنواع الأدلة التي تعتمد لإثبات نظرية التطور وهي نظرية حاكمة في الأجواء العلمية كما ذكرت ذلك قبل قليل لكم الفكرة الإجمالية لنظرية التطور الفكرة الإجمالية من أن الكرة الأرضية انفصلت عن الشمس بعد حوادث الانفجار وما تلا الانفجار من فوضى ومن انتظام بعد تلك الفوضى فانفصلت الأرض عن الشمس وكانت شعلة نارية إلى أن انطفأت النار وصارت الأرض باردة وتولد الماء فيها كل هذا يجري من دون فاعل قطعا هكذا حصل الانفجار الكبير وهكذا كانت الفوضى في البداية ثم الانتظام ثم اقتطعت الأرض من الشمس وكانت شعلة نارية انطفأت النار صارت الأرض باردة تولد الماء وهكذا شيئا فشيئا التفاعلات فيما بين الماء والغازات التي تولدت حول الأرض الهيدروجين النتروجين الهليوم إلى غيرها تولدت الحوامض الأمينية إنها بداية الحياة وبداية تكوين البروتين الحوامض الأمينية حتى امتلأت المياه بالحوامض الأمينية وتولدت بعد ذلك المواد العضوية وامتزجت بتلك الحوامض فتشكل الحساء الخلقي ومن هذا الحساء تولدت الخلية الحية الأولى هكذا تولدت بطفرة من الطفرات هذه الخلية الأولى هي التي انطلق منها دارون ليأسس شجرة الحياة فكانت المخلوقات الأميبية وتطورت شيئاً فشيئاً حتى وصلنا إلى الإنسان من الخلية التي وجدت هكذا وكانت الحياة فيها تكونت الأميبة ومن الأميبة تطورت الحياة والكائنات فكانت النباتات وكانت الحيوانات إلى أن وصلنا إلى الإنسان وهذا التطور إنما حدث عبر ملايين السنين حينما تقول نظرية التطور من أن الإنسان جاء من أصول حيوانية سابقة جاء من القروض لا تقصد النظرية من أن قردا وقردة مارس العملية الجنسية ونتج من ذلك إنسان إنما هي عملية تطور بطيئة وبطيئة جدا يضربون أمثلة هناك مثال عملي واقعي حقيقي لما بدأت الثورة الصناعية في أوروبا وفي أمريكا المناطق التي انتشرت فيها المعامل الصناعية وكانت فيها أشجار جذوعها أغصانها بيضاء هناك نوع من الفراشات لونها اللون الأبيض فكانت تحتمي من الطيور بلونها حينما تستقر على تلك الأشجار الأشجار لونها أبيض الفراشات لونها أبيض فكانت تنام تستقر تحتمي بلونها وبلون الأشجار فلا تستطيع الطيور أن تميزها بسبب التلوث الصناعي فإن الأشجار البيضاء تلوثت بالأبخرة والأدخنة بالملوثات الصناعية فصارت سوداء فحينما كانت تستقر الفراشات البيضاء على تلك الأشجار التي اسود لونها بعد أن كانت بيضاء كانت الطيور تصطادها بسهولة شجرة سوداء وعليها فراشة بيضاء شيئا فشيئا الفراشات تغير لونها فبعض الفراش صار لونه أسود هذه حقيقة هذه حقيقة وبعض الفراش بقي لونه أبيض الفراشات البيضاء أكلت وانتهى نسلها الفراشات السوداء بقيت واستمر نسلها هذه العملية لا تحتاج إلى مدة زمانية طويلة في التطور إنها عملية تكيف عملية تكيف حينما يتحدثون عن أن الموطنة الأصلية للإنسان أفريقيا من أن الأجيال الإنسانية القديمة نشأت في أفريقيا الأحفوريات والآثار والأبحاث هي التي تشير إلى ذلك هاجر هؤلاء إلى بلاد أوروبا الذين في أفريقيا يحتاجون إلى البشرة السوداء بسبب قوة سطوع الشمس وبسبب ارتفاع درجات الحرارة البشرة السوداء تتناسب مع هذه البيئة فانتقلوا إلى بلاد أوروبا الباردة فتغير لون البشرة إذا نظرنا إلى الشعوب التي تعيش على سواحل البحر المتوسط من جهة أوروبا إيطاليا مثلا اليونان اليونان جنوب فرنسا إسبانيا ومعها البرتغال هذه الدول التي تقع في جنوب أوروبا ويضاف إليها قبرص وبقية الجزر الأخرى في البحر المتوسط التي تحسب على أوروبا وحتى شمال تركيا البشرة هنا لا هي سوداء ولا هي سمراء داكنة وإنما تكون البشرة سمراء فاتحة أو أنها بشرة حائرة البشرة الحائرة هي التي تكون حائرة بين البشرة البيضاء والبشرة السمراء يقال لها البشرة الحائرة بشرة الناس في هذه المناطق إما أن تكون بشرة سمراء فاتحة أو أنها بشرة حائرة ما بين البيضاء والسمراء لكن إذا ما صعدنا إلى الدول التي تقع في وسط أوروبا فإن البشرة ستكون بيضاء وإذا ما صعدنا إلى الدول الإسكندنافية فإن البيضاء سيكون شديدا جدا إذا ذهبنا إلى فنلندا مثلا أو إلى شمال السويد أو إلى النرويج البيض هناك يكون فاقعا جدا يكون شديدا جدا وهناك حاجة مستديمة في بلاد أوروبا الذين يعيشون في أوروبا يعرفون هذه القضية فيتامين الجميع هنا يحتاجونه خصوصا كبار السن كبار السن يحتاجونه الجميع هنا حتى من الشباب يحتاجونه وهذه قضية ترتبط بالبشرة وترتبط بأشعة الشمس وبدرجات الحرارة والبيئة التي يعيش الناس فيها هكذا هم يقولون الكلام منطقي الكلام منطقي إلى سلسلة طويلة من مثل هذه المطالب وحينما يصل الكلام إلى الجينات وإلى المادة الوراثية فإن الكلام يكون معقدا أكثر قلت لكم في بداية حديثي هذا الموضوع بحاجة إلى متخصصين يتحدثون في تفاصيل هذه النظرية العلمية المعقدة جدا حاولت أن أقرب لكم الفكرة الفكرة عن نظرية التطور حدثتكم عن كتاب فكر الذي يعرف في الوسط الشيعي بكتاب التوحيد للمفضل ابن عمر وحدثتكم وحدثتكم بأسلوب كلامي سخيف وحدثتكم عن دارون عن شيء من خصوصيات دارون وحدثتكم كذلك عن أنواع الأدلة التي يستدلون بها المتخصصون في هذا المجال على صحة نظرية التطور وشرحت لكم بنحو إجمالي المرادة من مضمون نظرية التطور مع ما ذكرت لكم من أمثلة توضيحية سأكتفي بهذا فيما يرتبط بشؤون نظرية التطور أما ما يرتبط بحديث العترة الطاهرة بخصوص هذا الموضوع فهذا ما سأتركه لحلقة يوم غد إن شاء الله تعالى بهذا تنتهي حلقتنا نلتقي غدا أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة